الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم برضو في البداية معلش لازم ندعي لأهلنا وحبيبنا وحتى مننا أهل فلسطين وأهل السودان اللهم انصرهم اللهم سدد رميهم اللهم ثبتهم على الإيمان اللهم رزقهم فرجا قريبا عاجلا وليس آجلا يا رب وطبعا ما ننساش اللي يقدر على أي حاجة دعاء صورة البقرة صلاة تبرع كده أي حاجة طبعا تبرعات مادية أي حاجة اللي يقدر عليها ما يتأخرش أبدا لأن دول حتة مننا تمام؟ النهاردة هنتكلم في موضوع مختلف شوية يا رب يفيدكم ويا رب يفيد ناس محتاجاله يعني عشان بحب دايما أفيد ناس محتاجة لموضوع ده وبفرح جدا جدا لما تعليق يجيلي يقول لي الفيديو ده جيه في وقته الحقيقة الحكاية دي بتسعدني جدا النهاردة هنتكلم عن عشر خطوات هتساعد أي حد واحد أو واحدة أنه هو يتخطى أزمة الانفصال أو الطلاق أنا طبعا هتكلم بصيغة الأنثة لكن الكلام للتنين ولكن أنا بتكلم للسيدات دايما لأن معظم متابعيني من السيدات فالكلام ينفع طبعا للجنسين وما فيش أي مشكلة ويا رب ما يدخل لكم مش حاجة وحشة لكن في البداية أنا عايزة أقول أن ساعات الطلاق بيكون حل بيكون حل كويس جدا أرحم من حاجات كتير أنا ممكن قلت قبل كده إحنا بنختار أخف الضررين يعني لو فيه ضررين واحد فيهم أعلى من الثاني بنختار الأقل علشان نقدر نتكيف مع الحياة ما فيش شك إن الانفصال أزمة وقلم وحاجات كتير وفراء وحاجات وقلم طبعا للأولاد ومشاكل للأولاد لكن ساعات بيكون الحل يعني مثلا لو زوجها لقدر الله يعني مشياها شمال من الآخر كده طبعا الزوج لازم حينفصل عنها وإلا حتأثر على أولادها لو زوج مثلا بخيل جدا يعني عامل أزمة للأولاد عامل أزمة للبيت كله معاه ولكن بخيل زوج مدمن هيأثر على الأولاد بتأثير فضيع فضيع من كل الجوانب ففي الحالة دي الانفصال بيكون هو الحل تمام؟ لو إحنا ما تعملناش مع الأزمة كويس ممكن قوي تجيب لنا اكتئاب وتجيب لنا إحباط وتوقف حياتنا وحاجات كتير فعشان كده لازم لازم نشوف خطوات أو نعرف خطوات تساعدنا على تخطي الأزمة دي تمام؟ أول خطوة إحنا نتكلم مع شخص مقرب لنا شخص كده إحنا عارفين إنه هو زو ثقة وعارفين إنه هو بيحبنا وخايف على مصلحتنا الحقيقة ده حيساعد على إخراج أو طلوع الحاجات المشاعر السلبية اللي موجودة في البني آدم من جواه اللي تركمت على مدى طبعا الطلاق ما بيجيش فجأة ولكن ساعات بيجي فجأة يعني الأزمة بتكون أكبر لكن لو في تركمات تركمات من مشاكل بقى وزعل وأحزان وشجارات وحاجات كده بيكون في الحالة دي في تركمات جوا النفس بتخلي الواحد ممكن يجي له اكتئاب ممكن يجي له مرض نفسي ممكن يجي له الترابات سلوكية حاجات كتير فلو إحنا تكلمنا مع شخص مقرب حيساعدنا في ترتيب أفكارنا وحيخلينا حالتنا أفضل وحيخلينا كمان نحط المشكلة في حجمها الحقيقة ما نأفورش الدنيا أو ما نضخمش الدنيا قوي ونخلي كأن الطلاق ده نهاية العالم كأن الطلاق ده يعني خلاص الدنيا وقفت لا فعشان كده بقول الواحد يتكلم مع شخص مقرب له ممكن يكون بقى ممتو ممكن يكون صديق كويس ممكن يكون خال عم أي حد بس يكون زو ثقة يعني مصدر ثقة بالنسبة لنا مش أي حد بحيث أنه هو يلخبط لنا أفكارنا أو يستغل الموضوع استغلال سيء أو أي حاجة تمام طيب تاني خطوة بنحتاج لازم نعرف لازم لازم نعرف أن الطلاق ده أزمة والأزمة أي أزمة في الدنيا بتحتاج وقت أنا الحقيقة كان مر علي مشكلة في حياتي مشكلة يعني مش طلاق لكن مشكلة كبيرة جدا بين أولادي وبيني وبين بعضهم والحقيقة في الأسرة كلها الحقيقة أنا في الوقت ده يعني ما عندكمش فكرة كنت طبعا ما كنتش قرأت كتير وما كنتش أعرف كتير معلومات زي دلوقتي لكن وقتها أنا فكرة كويس قوي حلمت إن أنا كإني شيلة سقف بضهري وقمت كده بيه وشلته من كتر ما أنا حاسة بضغط فضيع جدا من كتر المشكلة مع إن فيه واحد قال لي يعني هي أزمة وهتعدي يعني طولت ولا أثرت هتعدي لكن أنا كنت مضخمة الموضوع جدا جدا بحيث إن أنا متخيلة إن أولادي بقى خلاص كرهوا بعض وأنا وأختي كرهنا بعض ومعرفش إيه والدنيا بقى خلاص بقت سواد لكن الحقيقة ده ما بيحصلش ساعات الأزمة بتكون بداية فرج وبداية حياة سعيدة لازم نحط في بلنا إن دي أزمة ولازم لها شوية صبر وشوية وقت وهتعدي زيها زي غيرها الحياة مليانة تمام يبقى أي وقت أي مشكلة بتحتاج وقت عشان نكتزها ونتخطاها تمام ساعات الواحد بيظن أو بيفتكر إن الأزمة دي مستحيل إن هي تتعدي يعني مستحيل إن الواحد يبقى عادي كده تاني أو مبسوط أو هيفضل طول عمره بقى حزين وطول عمره مكتئب وطول عمره لا أي أزمة حتى لو فات حد مقرب حد عزيز علينا خالص وتوفى برضو مع الوقت هتعدي أي أزمة بتحتاج وقت وبتحتاج صبر تمام تالت خطوة عشان نتعافى من الأزمة دي إن نحاول ما يكونش عندنا فراغ الفراغ عدو قاتل لأي حاجة لأي أزمة والأي مشكلة والأي يعني الحقيقة معوق لكل التقدمات أو كل تحقيق الأهداف الفراغ عدو قاتل لازم ما نستسلمش أبدا للفراغ ما نقولش أنا مليش نفسي نعمل حاجة أصلنا مكتئب أصلنا زعلان أصلنا أصلنا كنت بعمل وبخلي لما كان معايا ولما كان فيه أسرة ولما ولما للوقت بقى خلاص مليش نفسي خالص ولا أنزل شغل ولا أنزل ولا أعمل بيتي ولا لا اوعد استسلمي للفراغ الفراغ عدو لكي وحيزود المشكلة وحيضخمها وحيكون بيئة خصبة للأفكار السلبية وحيدي المشكلة أكبر من حجمها بحيث أن احنا الأزمة حتزيد والحزن حيزيد فلا وطبعا ده من الشيطان لأنه الشيطان يعني أمنيته وهدفه الوحيد أنه هو يحط علينا ويخلينا زعلانين ويخلينا مكتئبين ويخلينا وقفين حياتنا وقفة وكل الحاجات دي فبيضخم لنا الفراغ بيخلي الواحد بيئة خصبة بقى للشيطان وللأفكار سلبية وكل حاجة وحشة فبلاش ياريت نشغل وقتنا كله والحقيقة دي نصيحتي لأي واحدة مطلقة بتحس بفراغ أو بتحس بزعل أو بتحس بأي حزن مكبوط داخلها لازم أشغل وقتي بحاجات مفيدة والحقيقة الحاجات المفيدة كتير وممكن قوي تسعدني جدا وممكن قوي تبسطني جدا وما يبقاش فيه أي مشكلة تمام فلازم يبقى فيه هدف هدف لينا عشان نقدر نوصله ونفكر كده لو احنا ما عندناش هدف نفكر في حاجة تشغلنا لغاية ما نلاقي هدف لينا ونحاول نسعى لنا نسعى له حتى لو تعلم لغة حتى لو تعلم أي مهنة أي حرفة أي حاجة لازم يكون دماغنا شغالة في حاجة مفيدة والحقيقة يمكن قلتلكم قبل كده إن أنا في أزمتي مع المرض الحقيقة العمل على اليوتيوب والقناة دي أفدني جدا في الموضوع ده لإني دماغي أو أفكاري بعدت عن التفكير في المرض بعدت عن التفكير في الألم وبقيت أقرأ بقيت أقرأ كتير بقيت أحاول أحل مشاكل الناس بقيت أحاول دماغي راحت لحتة تانية غير الألم وغير المرض وغير الأفكار الوحشة فالحقيقة دي أحسن حاجة نعملها لو عندنا أي أزمة مش بس طلق إن إحنا نشغل وقتنا ونشغل دماغنا بقى حاجات مفيدة تمام رقم الخطوة رقم أربعة لازم نوصل لأهداف ونجاحات مهمة لازم نحط في بلنا كده إن عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم يمكن الطلاق ده بداية حاجة حلوة لينا يمكن أنا كنت متعطلة عن حاجة عن هدف معين أنا عايزة عمله وحعمله في ناس مثلا بتكون نوية حضر ماجستير أو دكتوراه وتجوزت فقعدت في البيت فوقفت حياة يعني وقفت موحة لغاية البيت فليه ما نرجعش نتعلم تاني وناخد الشهادة اللي احنا هدفنا نعملها لو حتى مش متعلمين ليه ما نحاولش نتعلم متعلمين لدرجة معينة أو لشهادة معينة ليه ما نزودهاش بحيث إن احنا أثناء ما نزودها هنكتسب خبرة أكتر هنتعرف على ناس أكتر هليش غل وقتنا ودمغنا هيبقى عندنا هدف فلازم لازم نحط في بالنا الآية وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم تمام ساعات تكون الأزمة دي سبب في تحريرنا من قيود معينة يعني مثلا فيه زواجاء يعني أنواع من الزواج بتكون محبطة جدا بيكون الشريك التاني محبط لها جدا أنتي مش هتعرف تعملي حاجة أنتي فشلة أنتي حلتك حاجة غير إنك تعدي أنتي معرفش طول النهار قاعدة تعملي إيه حاجات كده دايما إحباط 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 لو تحررت الوحدة أو الواحد طبعا من القيود دي أو من الضغوط المحبطة دي ممكن قوي يحقق هدف كبير ويلاقي نفسه في حتة تانية خالص فزي ما بقول ممكن قوي الأزمة دي تكون سبب في تحقيق هدف وسبب نجاح وصول لنجاح أكبر وأحلى والواحد يفرح بي ويقول يا ريت كان كده من زمان سبحان الله ده ربنا رهيد لي خير وأنا مكنتش عارفة تمام الخطوة رقم خمسة اسمعي أو اسمع لنصايح المقربين يعني لو حد مقرب ليك أو ليكي مثلا صديقة كويسة بنت خلتك بنت عمتك أي حد مقرب ليكي وعارف أنه بيحبك اسمعي نصحته عشان هيوضح لك المشكلة زي ما قلت بحجمها الطبيعي وحيوضح كمان أن المشاعر اللي اتضخمت أكتر من اللازم دي ملهاش لازمة خالص أنت مزودة للحكاية شويتين ناس كتير بيحصل لها كده وناس كتير بيحصل لها أكتر من كده فده حيساعد على ترتيب الأفكار والوصول بقى لوضع المشكلة في حجمها والتخلص تدريجياً كده من ألم الأزمة الخطوة رقم 6 الخطوة رقم 7 رتبي بقى أفكارك شوفي بقى أنت كان نقصك إيه وعملتي إيه والأزمة دي عملت إيه وتعلمتي منها إيه رتبي أفكارك إعادة ترتيب الأفكار ده هيكون كمان بمساعدة المحيطين بيكي هيساعدك جداً جداً على تخطي الأزمة دي لو كان في خطط للمستقبل اعمليها لو كان في حاجة في دماغك اعمليها بس حطيها في صورة خطط عشان تكون أفكارك كده منظمة وتخلي الحياة اللي جاية ما صارها أحلى بكتير تمام؟ اوعي تقولي إن أنا مش هقدر أنا فشلت لا خلي عندك إصرار على النجاح إصرار على نجاحك في تربية ولادك إصرار على إن الكل يعرف وطبعاً أنا من قبل الكل أقتنع كده إن أنا مش فشلة لا بالعكس ده أنا خدت قرار صح في وقت صح أو حتى لو هو اللي طلق من غير ما يعني فجأة أو من غير أي مقدمات أو أنا كنت مظلومة أنا حاسبت لربنا وليا وللناس إن أنا أدها وإن أنا أقدر وإن أنا ممكن أعمل نجاحات كتير أنا مش فشلة ولا ضعيفة أنا قوية جداً وحقدر طالما إني على حق وطالما إني مظلومة أو حتى مش مظلومة بس طلبت طلاق لسبب زي ما قلت أخف الضررين مش مفترية مش معملتش حاجة وحشة يبقى أنا خلاص كده ربنا هيبقى معايا وطالما ربنا معايا يبقى أنا خلاص هخطي أي أزمة هيكون عندي إرادة إن أنا خطي أي أزمة ودي أزمة من الأزمات وحتعدي ومش هيجرع حاجة وححقق نجاحات تمام؟ طيب الخطوة اللي بعد كده الرياضة الرياضة حتى لو بالمشي دي من الوسائل الجميلة جداً عشان راحة النفس وراحة الجسم واكتساب كده طاقة حلوة كده في النفس طاقة إيجابية حلوة حتى لو المشي ده في الشارع حتى مش لازم جم مش لازم تدريبات معينة حتى لو مشي في الشارع كفاية أن أنا هشم هوى نظيف كده وحبص خلق ربنا وحبص البيئة اللي حوالي وحبص لشجرة معينة لسامة أي حاجة حلوة كده العيني هتتمتع بيها دي هتبقى الحقيقة وسيلة حلوة جداً جداً لو انتظمت عليها في وقت معين حتى لو لفت لفتين كده حوالين البيت حيغيروا الموت جداً ولازم أضغط على نفسي عشان أعمل كده ما قلش لأ أنا كسلة لأ أنا مش هقدر لأ أنا مالوش لازمة لأ لازم أضغط على نفسي وأعمل لنفسي روتين يومي كده منه الرياضة أو المشي أو أي رياضة تانية يا سلام كمان لو أنا مثلاً تبعت فيديوهات على النت بتعمل رياضة ومشيت معاهم في حاجات في التلفزيون تدريبات رياضية ومشيت معاهم حفظت تمرينين ثلاثة ومشيت بيهم يومياً هحس بفرق كبير جداً تمام؟ طيب طبعاً ده حيساعدنا على النشاط والطاقة وتغيير النفسية جداً الخطوة رقم تسعة التفاؤل التفاؤل في مستقبل أكتر سعادة دايماً حطي في بالك كده إن اللي جاي أحسن ولولا ربنا عارف إن اللي جاي ده خير ليا مكانش الدهولي لازم يكون عندنا يقين يقين مش ثقة يقين إن ربنا بيختار لنا الأحسن أكيد أكيد اللي جاي أحسن وأكيد المستقبل اللي جاي في حاجات أحسن بالنسبة لي عشان كده ربنا كتبهولي وأنا راضية بنصيبي ما قلش يا ريتني ما كنت اتجوزته يا ريتني أنا اللي غلطانة لأ قدر الله وما شاء أفعل أنا مكتوب لي كده وراضية بنصيبي وإن شاء الله متفقلة إن اللي جاي حيكون أحسن تمام؟ رقم عشرة دي بقى أهم نقطة كتابة اليوميات أنا في آخر اليوم كده حكتب يومياتي ممكن مش في آخر اليوم ممكن في أي وقت أنا حاسة بيه حاسة إن أنا أنجزت حاجة حلوة أكتبها حاسة إن أنا عملت حاجة راضية عنها حكتبها حاسة إن أنا متضايقة من حاجة معينة وكان مفروض ما تحصلش وكت وفكرة معينة جات في دماغي حكتبها أي حاجة أفرغ اللي في مخي كله على الورق دا الحقيقة هيخلي دماغي ريئة جدا وصفية جدا ومبسوطة جدا على أساس إن أنا مفيش زحمة في دماغي بقى بأفكار حلوة وأفكار وحشة وأفكار سلبية وياريتني وما كنتش المفروض دا عمل وعمل وأنا اللي معرفش إيه وأفضل أكتر الأحداث كل شوية لأ اكتبي كل الحاجات دي اكتبي كل الحاجات اللي انت اللي مدايقاكي واللي مفرحاكي لو فرحتي واللي مثلا إنجاز عملتي مثلا عملتي حاجة حلوة النهاردة علمتي ابنك حاجة علمتي ابنك مبدأ معين علمتي ابنك حفظتي صورة أي حاجة حلوة عملتيها استشعريها كده واستشعري نعمة ربنا فيها واكتبيها كتابة اليوميات دي كنز كنز بتخلي الدماغ ريئة جدا وصفية جدا وبتساعد كتير كتير في تخطي الأزمة كمان ياريت نمارس عادة الامتنان آخر اليوم كده نشوف الحاجات الحلوة اللي حصلت لنا في اليوم ده ونكتبها دوري هتلاقي لازم هتلاقي واكتبي نعم ربنا عليك عطاني بيت أربع جدران حتى لو قوضة مش مشكلة بس حماني من برد الشتاء وحماني من الشارع عطاني سرير حلو أنام عليه بتدفى بيه عطاني بطنية عطاني عيون بشوف بيها الدنيا واللي فيها عطاني صحة إن أنا أقدر أقوم أعمل أكل عطاني أكل في بيتي حتى لو لقمة صغيرة عطاني حاجات كتير 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 كل ده هكتبه وحفرح بيه وهمارس بقى عادة الامتنان دي يوميا الحقيقة جربوا الموضوع ده هتلاقوه هيفرق معاكو جدا تمام دي كانت عشر خطوات هتساعد أي حد بيمر بأزمة الطلاق أو مر بأزمة الطلاق وحاسس إن هي نهاية العالم يا ربي يا ربي تكونوا استفدتوا منها ويا ربي يا ربي سعدكم كلكم مطلقات أو متزوجات أو أيا كان الحياة الاجتماعية بتاعتكم يا ربي سعدكم بيها وساعات وأنا شفت ناس كتير مطلقات وسعداء جدا أو مطلقين وربنا كرمهم بزوجة أصلح يعني اللي جاي أحسن بكتير بإذن الله ده كان الفيديو بتاعي بتاع النهاردة يا ربي يكونوا عجبكم ويا ربي تقولولي رأيكم فيه ولو بتحبوا النوعيات دي من الفيديوهات قولولي برضو ويا ربي يسعدكم كلكم وما يعرضكمش لأي أزمة في الدنيا ويسعدكم مع ولادكم وإن شاء الله أشوفكم في فيديو بديو ألف سلام شكرا شكرا